محمد النين مستوى مدهش مستوى رائع مستوى كبير مستوى مميز واحد 32 سنة بيلعب مع لاعبين أو قدام لاعبين شباب أصغر منه بعشر سنين على الآل واحد وبيقدم مستوى بدلي لعب ثلاث مباريات والربعة بوقت إضافي لعب كل الدقائق ما خلقش من الملحب اثنين واحد تعرض لأسوأ أسوأ أسوأ لانتقادات والهجوم من كثير من المتابعين والجماهير والإعلاميين والمحللين وكل شيء لعمره رد ولا عمره لمح ولا عمره رفض ولا عمره تحجج ولا عمره عمل أي مشكلة من أي نوع دائما وأبدا مع كل منتخبات مصر شباب أولمبي أول أول المخلصين وأول المجتهدين ثلاث واحد خلص عقده معنا دي أرسنل وداخل على مرحلة صعبة مرحلة انتقالات عايز يختار نادي يشوف العروض اللي بتقدمها له يشوف تفاصيل كثيرة فيجيله تليفون تعالى محتاجينك للمنتخب الأولمبي عشان فيه فلان وفلان 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 عنديتهم رفضوا ان هما يدول عابطة سواء خارجان أو داخلان بشكل أو بآخر ما قالشي لا يا جماعة مش فاضي عشان أنا ببحث عروض دلوقتي ما قالشي لا أنا محمد النني واحد من أعظم المحترفين اللي جون في تاريخ مصر ما جيش بديل لأسماء تانية ما قالشي لا معلش يصله الجيل ده مش من أعظم الأجيال فبلاش أروح عشان ما يبقى الشكل وحش جاء وتحمل المسئولية الفنية والكيادية ببراعة شديدة ويا رب يا رب منتخبنا الوطن الأولمبي يحصد ميداليا وحتى لو لم يحدث فالمركز أو الوصول للمربع يزعبي في حد ذاته وإنجاز يحسب للنني وزميله ياخد محمد النني ميداليا تعويد تعويد عن كثير من الإساءات اللي اتعرضت لها الراجل ده إساءات كلها كانت ظالمة وتقليل ظالم وأي حد قلل من محمد النني في أي مرحلة من المراحل أكيد عنده مشاكل مش بس مشاكل في الكرة ربما مشاكل شخصية كمان ده محمد النني ترجمة نانسي قنقر